عراقيين لدينا معتقلين منذ استشهاد السيد حسن نصر الله لحد الآن لحد هذه اللحظة موجودين لأنه عثروا في حساباتهم الشخصية على السوشال ميديا تعزية ودعم إلى لبنان وإلى غزة لحد الآن معتقلين في الأراضي السعودية طيب هذا الأمر عراقيين عراقيين نعم حسب معلوماتي أنه ثمانية أو أكثر من عراقيين الآن معتقلين؟ نشرت في مخاطبات إلى وزارة الخارجية وإلى الدولة العراقية يا جماعة الخير دولة وين؟ يعني مجرد أنك لو وصلت في حساباتهم داعمين إلى حزب الله أو بعضهم رثى الشهيد حسن نصر الله طيب هذا الأمر يعني ليس بأهم أو أقل من الدعوة اللي يدعوها المسلم في بيت الله الحرام على اليهود وعلى الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر